اليوم انا ندري على واحد من افلام الرعب للشعر وليهو بساط الشعر تساقط الشعر هو ظاهرة طبيعية بحيث ان الشعر اللي يطيح ينطف لصوه بحيث اخر ولكن يرجع مشكيل الى كان الشعر اللي يطيح كثر بزيار من الشعر اللي ينطف ولا ما ينطف شعر وهنا علميا كي تسمى الأروبيشيا الأروبيشيا وحسب المصادر العلمية كيف يفرقونها بيدجوجة مجموعات الأروبيشيا نونسكرين أروبيشيا و سكرين أروبيشيا بالنسبة للسكرين أروبيشيا هي بكل بساطة الشعر اللي طاح لا يقدرش يعود يرجع للاخرى حيث لبو صائلات من قدره انها تنتشر او لا لا وليحنا نصل لحد ماشي هو الاكثر منتشر المجموعة الثانية واللي هي نونسكرين أروبيشيا واللي كتعني عا أن الشعر الخلط تحت بشكل غير عادي يقدر يعود يرجع يكبر مرة أخرى حيث البصيلات للشعر ما زال قادرة أنها تنتشارك وهي الأكثر من شعره في مجموعة ديالناس كالالوبيشيا كالقومة مثلا الاندروجينياتيكالالوبيشيا أو الالوبيشيا آرياتا أو ديروجين إفلوبيوم أو الالجين إفلوبيوم والليست مازال طويلة في هذا الفيديو ما سنقدر نهدر على جهد أنواع الألوبيشيا وإنما أخطرت أنني نهدر على واحد النوع ديال الألوبيشيا اللي منتشر بزيف هذا النوع منتشر بزيف و بزيف يعلم أنه من بعد فنجاهم كوفيد خل بارك غبر كتك كير كير واللي هو تيروجين إفلوبيوم المصطلح تيروجين إفلوبيوم تكون هنا مجموعة الكلمات تيروجين و إفلوبيوم تيروجين هي مرحلة من مراحل نمو الشعر وإفلوبيوم هي واحد الكلمة التي نمية اللي إذا بغنا نترجمها ترجمة حرفيا قدرنا نقوله هي تدفق تيروجين إفلوبيوم هي نتيجة ديالواحد الخار كي يوقع في السيكل ديالنمو الشعر المراحل الأساسية مرحلة الأنوجين واللي هي أطول مدة و يكون فيها من 80-30% درشعر مرحلة الكاترجين واللي هي مدة القسيرة و يكون فيها من 1-30% درشعر و مرحلة التيروجين الذي يدوم من 3-4 شهور و يكون فيها من 10-12% درشعر هذه النسبة المئوية تكون لكي يكون لديها واحد السيكل من النمو الشعر العادي ولكن لكي يوقع واحد المشكل مثل تيروجين إفلوبيوم هذه النسبة تتخرب و يوقع مثلا في تيروجين إفلوبيوم يوقع واحد التدفق في مرحلة التيروجين والليوم مثلا تكون لدينا 10% تحتاج لدينا 20% درشعر في ذلك المرحلة التي ستجدها نرى الأسباب ما هي الأسباب التي أعطوناها تيروجين إفلوبيوم لكي نعرف الأسباب نبدأ أولا نفرطونا بالجلجة الأنواع تيروجين إفلوبيوم النوع الأول لدينا أتيت من إنشاء ترجم الإفلوبيوم ترجم الإفلوبيوم و هي ترجم الإفلوبيوم التي يأتي من بعد واحد المحفز جسمي واللان نفسي الذي يشاهد توطر في جسمنا من بين الأسباب كان هناك رجيم قاسح ووزن الجسم يضط ضغياء بطريقة غير تيازية فهنا غالباً سيقع الخلل في مراحل المموضة إذا كانت واحدة العملية أولاً بعد الولادة أولاً سخانة أو الفيروسات في حال الفيروس كوفيد يمكن أن يكون نفسي لكن الإنسان مر بحالة نفسية كثيرة وصعبة وكان واحد الآلم نفسي كبير فهنا غالباً من بعد شهرين أو شهور ستبقى تحسبوا سوافكم في الدوش في الفيروسات الفيروسات تأتي من بعد شهرين أو شهور من بعد المحفز الذي يوقع لدينا سواء نفسي أو الجسمي وكتبقى من 6 شهور حتى 9 شهور والكمية للشعر التي يضحها هي كمية غير عادية وكتبقى كثيرة كرونيك تيروجين إفلوفيوم وهي واحد من نوع التيروجين إفلوفيوم التي تدوم كثير من عام والتي تساقط الكمية للتساقط والكمية للشعر الساقطة لا تكون بحالها بحال أكيو التيروجين إفلوفيوم لا تكون كبيرة جداً والأسباب ديرها تكون مختلفة نجد أولاً أولاً لأن الإنسان يتأكد لأنه كرونيك تيروجين إفلوفيوم لا يوجد نوع آخر للألوبيشا يجب أن يكون دوراً لتأثير من طبيب مختص حسب المصادر لأولاً من الأسباب لأنه يستطيع التيروجين أو كرونيك تيروجين إفلوفيوم أولاً لأنه يكون خلل في الغضة الدراقية ثانياً نقص في الفيتامين T سوء التغذية نقص في الزنك ونقص في الفيتامين D يعني من الحوجات الولاً اللي يقدرين بالنادم أنه يدير واحد شيكاً ويدرت حاليك باش يعرف واش عندو شي نقص مادة من هاد المواند هاد نجيو للعلاج ديال أكيو ترجين إفلوفيوم أول حاجة المحفز ما خاصه شيبقة لك المحفز شيء اللي دانينا داك لستخيص للكور سواء جسمي أو لا نفسي ما خاصه شيبقة إلا ما بقاش غتاخد لوقت ديالها والسيك بالنسبة للكورنيك ديالوجين إفلوفيوم وللقنا على أنه كان خلال ونقص في الكوخ فبكل بساطة خاصنا مقادة هاداك الخلال ولو هاداك منقص هاداك العلاجات ديال تساقط الشعر ما تكونش في مرحلة الديروجين وإنما كتكون في مرحلة الأناجين اللي عليها طالع الفيلم اللي هي أهم مرحلة في النموذ الشعر يعني فإنما يأتي هذه المشكلة ديالتيروجين إفلوفيوم والإنسان يتجاوز ديال المرحلة ويبقاش ديال المحفز ذلك الإنسان ما نقدر يدير؟ أنه يحفز المطايلة تكتر باش شعر دياله ينمو الخدماء 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 كالسان هنا هو كيف هاداك القضية ديالنمو شعر شنو كي يوقع في هادا المرحلة وش بصح كينشيح وجهة طبيعية اللي تقدرون باش شعر ديالنمو وش بساعة نقدر نسرع ومو شعر وش نقدر نتحكم في هادا المسائيل هادشي كامل سنشوفوه في الفيديوهات الشيء باي